مرحبا يا احلا ناس اهلا وسهلا فيكم جميعا في قناتي قناة ست الوصفات اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض بيتزا بعجينة كتير هشة وقطنية وبتثبت لجميع انواع المعجنات رح نعمل باربيكيو بيتزا بالزنجر وكمان رح نعمل بيتزا خضر واكيد رح نعمل صلصة البيتزا بالباربيكيو بالبيت رح نعمله بطريقة كتير سهلة واقتصادية في البداية بتمنى تدعموني بلايك لهذا الفيديو وما تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد وخلأ خلونا ننتقل للمكونات اللي رح نحتاجهم للعجين رح احتاج هون 3 اكواب الطحين متعدد الاستخدامات رح احتاج لكوب حليب دافي الحليب ما يكون كتير سخن او كتير بارد رح احتاج لربع كوب من الزيت النباتي كمان رح نحتاج لمعلقتين زبدة تعادل 25 جرام نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الباكينج باودر كمان رح نحتاج لبيضة بدرجة حرارة الغرفة ورح نحتاج لمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر بهيك بنكون خلصنا المكونات اللي رح نحتاجهم لعمل العجينة خلونا ننتقل لأول خطوة هون رح نحتاج لوعاء عميق رح ننزل على الوعاء الحليب معلقة السكر ومعلقة الخميرة ومتل ما حكينا الحليب لازم يكون دافي رح احريكم كتير منيح مع بعض لعند ما يدوب السكر والخميرة ولاحظوا الفقاعات اللي بلشت تطلعلي هاي بتأكد لنا انه عندي الخميرة صالحة للاستخدام رح استمر بتحريكهم مع بعض واول ما ألاحظ انهم دابوا رح اغلف الطبق الوعاء ورح اتركوا على جنب خمس دقايق الخطوة اللي بعديها كتير مهمة وما بستغني عنها أبدا اللي هي تنخيل الطحين كتير مهم انه ننخل الطحين حتى ما يطلع عندي تكتلات بالعجين صبايا بالنسبة للمكونات مثل ما ملاحظين عيرت بنفس الكوب لجميع المكونات هون بعد ما نخلنا الطحين رح اضيف البكنج باودر والملاح ورح احركهم مع بعض لحتى يتجانسوا ورح ننتقل للخطوة الثانية رح نجيب الوعاء اللي جهزناه بالحليب والخميرة والسكر رح ارجع احرك الخليط شوي صغيرة بعد هيك رح اضيف عليه البيضة بعد اضافة البيضة رح احرك الخليط مع بعض ورح ابدأ تدريجيا باضافة الزيت بعد ما نضيف الزيت ونحركه كتير منيح رح ابدأ باضافة المواد الجافة اللي هي الطحين والبيكنج باودر رح اضيف طحين تدريجيا وكتير مهم ان نضيفه تدريجيا نوعيات الطحين بتفرق عن بعض ممكن تحتاجوا كمية اكتر وممكن تحتاجوا كمية اقل حسب نوعية الطحين يلي متوفرة عندكم رح استمر باضافة الطحين ورح ابدأ بالعجن صبايا كتير مهم عندنا العجن مدة العجن اجمالا بعد ما نلم العجينة كلها على بعض وتتجمع وتبطل تلزق لازم تكون ما بتقل عن 10 دقائق قبل ما اخلص من كمية الطحين اللي كاملة واضافتها رح اضيف الزبدة الزبدة لازم تكون عندي بدرجة حرارة الغلفة مع الزبدة رح ابدأ كمان بالعجن وبعد هيك رح اضيف اخر كمية من الطحين وقلم العجينة واعجنها 10 دقائق هيك العجينة بعد من عجنت عندي 10 دقائق رحظوا ما شاء الله قوامها خيالي وكتير طرية رح اجيب وعاء رح اضيف على الوعاء زيت رح اضيفنه بالزيت وكمان رح اضيفن وجه العجينة بس احطها فيه وبعد عيك رح اغلفها ورح اتركها في مكان دافئ لمدة ما بتقل عن عساعة لانه بدنا نتركها تتخمر براحتها وبهيك بنكون خلصنا العجين خلونا ننتقل لتحضير صلصة البيتزا الخرافية رح احتاج لثلاثة حبة كبيرة من البندورة برشتهم كتير منيح رح احتاج لبصلة مفرومة كتير ناعم يفضل البصلة تكون كتير ناعمة معلقتين كبار من معجون البندورة سن طوم مهروس بهذا الشكل والبهارات رح تكون معلقة صغيرة من الأوريغانو نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود نص معلقة صغيرة من الملح اكيد رح نحتاج زيت زيتون ورح احتاج لباربيكيو سوس صبايا بنصحكم بهاي نوعية لأنها خرافية طعمها كتير طيب رح ننتقل لطريقة التحضير بطنجرة على النار رح احط زيت الزيتون ورح اضيف عليه البصل مقدار كمية زيت الزيتون تقريبا معلقتين كبار على نار متوسطة رح ابدأ بتقليب البصل وابل ما الاحظ انه بلس شيتبل رح اضيف عليه سن الطوم رح انزل سن الطوم مثل ما انتوا شايفين ورح اقلبه مع البصل رح اتركه لمدة 3 دقايق تقريبا وبعد هيك رح ابدأ بإضافة معجون البندورة سبع وحكينا معجون البندورة رح نحتاج لمعلقتين كبار بعد إضافة معجون البندورة كمان رح اقلبه مع البصل والطومة وبعد هيك رح اضيف عليه البندورة يلي عصرناها او اللي برشناها بتقدروا تقطعوها كمان ما بتفرق بس تكون كتير نعمة رح اقلب كل المكونات مع بعض وبس احسهم شوية بلشوا يتسبكوا رح اضيف عليهم البهارات البهارات مثل ما حكينا رح نحتاج فلفل اسود ملاح ووريغانو رح احركم كلهم مع بعض كتير منيح واخر خطوة رح اعملها رح اضيف الباربيكيو سوس تقريبا مع لقتين كبار رح احليكم مع بعض بهذا الشكل ورح اترك السوس على جنب لحتى يبرد بهاي الاثناء رح نجهز الزنجر هون بمقلة على النار حتيته على نار متوسطة رح اضيف تقريبا ثلاث قطاع كبار من الزنجر بتقدروا تختاروه حار او عادي ورح اخلي الزنجر يستوي وبعد هيك رح اطلع الزنجر ورح ابدأ بتقطيعو بهذا الشكل صبايا ياريت لو ما عملتوا لايك لهذا الفيديو ياريت تعملوا لايك لانو اللاكي كتير مهم لدعم يدعم القناة واكيد ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد هون عندي العجينة بس ارتاحت لمدة ساعة لاحظوا ما شاء الله العجينة بجد رهيبة بنصحكم تجربوها رح تعتمدوها لجميع انواع الفطاير والمعجنات والبيتزا اخدت العجينة بعد ما فرغت منها الهوى شكلتها على شكل دائرة ورح اططعها لقطعتين رح اكور القطعتين ورح اغلفهم واتركهم لمدة ربع ساعة لعند كمان ما يرتاحوا وبعد هيك رح ابدأ بالشغل فيهم هون اخدت اول جزء حطيت على وجهه طحين وبدأت برقه ما رح ارقه كتير يا ضعب لحتى يصير عندي بشكل دائري طبعا رح اضيف طحين على الوجه وعالظهر وبعد هيك رح اجيب صنية ممسوحة بزيت ورح ابدأ بفرد عليها العجينة كتير مهم عندي هاي الخطوة تفردوا العجينة وتخلوها متساوية لحتى تطلع معكم بشكل متساوي اخر شي هون بدأت بفردها متل ما انتم شايفين ورح اخزقها بالشوكة بهذا الشكل بعد هيك رح اضيف السوس رح اضيف تقريبا معلقتين كبار بالنسبة للكمينية بتعمل عندي صنيتين حجم كبير رح ابدأ باضافة السوس وترتيبه بهذا الشكل ومن بعد هيك رح نحتاج للجبنة رح اضيف جبنة الموزاريلا وبعد اضافة جبنة الموزاريلا رح ابدأ باضافة الفلفل الحلو الأخضر بالنسبة للكميات بتقدروا تتحكموا فيها زي ما بتحبوا رح اضيف الزنقر رح ارتب الزنقر بشكل مرتب بهاي الطريقة وبعد اضافة الزنقر رح ابدأ باضافة كمان جبنة موزاريلا على وجه هون عندي شكل البيتزا بعد ما خلصت رشيتها بموزاريلا وحطت عليها هلابينو وريانو كمان عنا هون بيتزا بالخضار رح افرجي كون طريقتها بطريقة كتير سريعة بنهاية الفيديو بالنسبة للخبز حمعت الفرن قبل بخمس دقايق على درجة حرارة 180 وحطت البيتزا على الرف الوسط رح اتركها لمدة 20-25 دقيقة وبهيك بتكون عنا البيتزا صارت جاهزة خلونا نعمل بيتزا بالخضار بسرعة رح ارؤها بهذا الشكل كمان شكل مدور رح احطها بصينية ممسوحة بالزيت وكمان رح افردها بعد ما افرد البيتزا كتير منيح كمان بالشوكة رح اعمل فيها ثقوب وبعد هيك رح اضيف عليها صلصة البيتزا بعد اضافة صلصة البيتزا رح اضيف شوية جبنة مزارلة بهذا الشكل طبعا اعملت الفيديو كتير سريع لحتى ما تملوا منه بعد ما ضفنا المزارلة رح نضيف الفلفل الحلو رح نضيف الفطر كمان رح نضيف الهوت دوغ وبعد ما نضيف الهوت دوغ رح نضيف الزيتون الأسود واخر خطوة رح نعملها رح نضيف جبنة مزارلة على الوجه ورح نرش الصينية بشوية اوريغانو طريقة الخبز نفس الطريقة رح اشيل صينية الباربيكيو بالزنجر وبعد هيك رح ادخل صينية بيزا الخضر هيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت نيت صحة وهنا على قلوبكم يا رب بتمنى تكون عجبتكم بتمنى ما تنسوا تدعموني بلايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بتنوروني موسيقى